مرحبا لكم في الاستماع شكرا لكم وإنما كنتوا شيطيبا لجميع طريقة السلامة لجميع وإنما كنتوا زادا كذلك مرحبا بسي المنصف الشريقي لامين العام للحزب الاشتراكي مرحبا بيك سي المنصف أهلا سيليس مرحبا بيك واسركي بارك الله فيكم على الاستضاءة مرحبا بيك سي المنصف نحكيه على حزب كبير نحكيه على حزب سليل يسار تونسي نحكيه على حزب الآن أمامه تحديات كبيرة لكن زادا نحكيه على حزب عرفها الزات كبيرة مؤسس الحزب محمد الكيلاني يتحدث على نقاشات ومشاورات منذ مدة بالأساس مع حزب العمان وينو سلطه اليوم هل حقيقة بعد الاحتفال بالذكرى الستاش لتأسيس الحزب قد تتجهون إلى وضع لمسات أخيرة للإعلان عن ولادة ائتلاف حزبي جديد يا ساري يا سلمان صف برك الله وفيك سلياس أنا مذبية كانت تسمح معنا في بداية أن نحب أن نقدم تعزية لعيل ترفيقنا المناظل ربيع بن كديسة اللي توفى اليوم الصباح بكري ربيع رحمه بعد نهار الخميس حدث مروح في شير سليمان وخلى أوليد معناها عمر وثمانية شهور تعزينا باسم الحزب الشراكي اللي عيلته ولي زوجته ولي كله رفاقه في الحزب تعزينا الحارة وليش العيلة برك الله وفيك أنت كما ذكرت سلياس أن الحزب الشراكي يحتفل يوحي الذكرى السادسة عشر لتأسيسه وهذا هو البيان اللي خرجناه في مناسبة الأحياء الذكرى متاعنا وعملناها في الشرع برقيبة وإجابة على سؤالك هو معناها الحقيقة محمد كيلين الأمين العام السابق للحزب هو حاليا عضو مجلس مركزي فوس الحزب قياة الحزب بينماك التنفيذي والمجلس المركزي للحزب بطبيعة ثم نقاشات ربما ما يخفيش عليك سر معنا نقوم بها أنا شخصيا مع قيادات الأحزاب الاجتماعية والسياسرية في تونس من بينهم الرفيقة حملها مامي من بينهم أمين عام حزب التكتل من بينهم أمين عام حزب الجمهورية من بينهم الأحزاب ما يسمى بالخميس اللي قاطعت معناها الاستفتاء شنو هو الفكرة يا سلمنصف حبوا تعملوا هو نحب ونعملوا لحقيقة ساعة اليوم بعد الخطر ربما لقدروا نحن في الحزب الشراكي أنه خطر أصبح داهما على الدولة التونسية وعلى الشعب التونسي شنوه عنوينه؟ عنوينه الكبرى أنه الشعبوية تتملك من السلطة التونسية الحاجة الثانية أنه هذه الشعبوية منظاوية أو منصاهرة تحت مشروع ما يسمى بالبناء القاعدي وأنا أحصل لي ربما أشرفت بشتورج على حصتك البالح تسعين سبعة اللي لحقيقة فيها نمط جديد وكنت نحكيته حتى مع زميلتك معناها حول الموضوع أنت الحصة ويعطيك صح على هذا الإنجاب برسله فيك لكن هذي أنه مغلف الشعبوبية مغلفة بمشروع آخر كما معناها سي شفتر معناها ونحترم الناس هذهم وجزء ما حبيت نقوله زيدا الحقيقة أنه السيدة ذي كان يقرم معي ونقرم بعضنا في كلية العلوم بتونس وشاهد على العصر المفاسرين خطر الحقيقة باش تعرف الناس قبل أن تفضل ربعة جرامفة وبعد ربعة جرامفة معناها من الناس الحقيقة اللي كانت قاعدين مواطنين معناها طلبة قاعدين يقرم معي في كلية العلوم ونطلبوه ساعات في موسين دا الاجتماع عام ونحن قدام هجمة التجارة الإسلامية بشعتونا تريحة ونعم في اجتماع مستقلة على تجارة الإسلامية المياه ربما ما يحبش شارك يحب يكون متفرج منافقات اليوم بقدرة قادر أصبح مفسر هو وغيره لما يستمى بالجمهور الجديدة أو البناء القاعدين الخطر في هذا البناء القاعدين لأنه مشروع ونسمعت حتى رده على سؤالك البارح ما الديمقراطية الشكلية والديمقراطية اللي بريه هي دمقراطية الشكلية نعم لكنها الديمقراطية تمثلية لأحزاب ممثلين وجمعيات ممثلة لنواب ربما عن طريق نواب لباقي معناها الشعب أو جزء الطايفة أو معناها جزء معناها من الشعب التونس لكن العكسها أنه الديمقراطية هي الشكلية ما يسمى بالديمقراطية القاعدية لماذا؟ لأنه الديمقراطية مناطقية معناها تأخذ معي الاعتبار معناها أنه المناطق وتعرف قوي الانتخابي شنو عمل حتى أنه فكرة وهذه فكرة مغلوطة وفيها تحقيقة تحيل أنه المناطق نقصنا منها معناها من المساحة متاحة لكن في جهات أخرى خاطرك يعطي ميزات هذا القانون يعطيك مناطق معناها منفصلة على بعضها لكن في نفس الوقت ثم مناطق في جهات كيمة الكيف بعيدة على بعضها تقريبا والتضاريس أخرى وبالتالي الخطر كنت حب نجاوبك جزء ما أنا أرجع لك أرجع لي للسؤال المشروع لي مشنوه على مينو الكبرى أوكي فهمنا الخطر شنوه المشروعنا نحن هو بناء ائتلاف جمهوري مدني واسع شكون فيه؟ فيه الأحزاب اليساري بمعنى الحزاب اليساري الديمقراطية الاجتماعية الديمقراطية الاجتماعية حزب العمال ربما عليش لا رياضي اسمه حزب القطب موجود معناه هناك شمعه رفاقنا في حزب القطب الطيار الديمقراطي التكت مجل عمل الحريات عسام الشابي الجمهوري والأخري وفهم أحزاب أخرى نود في الحزب الشراكي وبدينا حتى من اليوم اتصالات معناها بالهاتف ربما بأحزاب تحب نسمي الأحزاب في المشاهدة معناها مشروع تونس لعنى خدمة كبيرة خدمناها السابق أنه مازلت متواصل مع حزب المصار مع رفيقي وصديق فوزي الشرفي معه الوطد المواحد وزياد الأخضر وتعرف المشاكل الموجودة زياد الأخضر وبالتالي ربما حتى مبروكورشي سمعته في التالي ساعة يتحدث على قوة وطنية وربما تجميع الفكرة الفكرة أنه الأحزاب اليسارية وحدة الوسطية الوسطية اليسارية هو فهم جزءين سليس الأحزاب اليسارية وحدها متجمع مشتع المشروع للحكم هي محتاجة باجتمد ديها لأحزاب ليبرالية اجتماعية أخرى دون الأحزاب المعروفة شوية على إيمينها وشوية على إساحة الليبرالي الاجتماعي اللي عنده مزال يعتقدون الدولة عنده دور اجتماعي الأحزاب هذي كل الظفتين بتاع المشروع هي الأحزاب اليسارية الديمقراطية والاجتماعية والأحزاب الليبرالية الاجتماعية مع جمعيات منظمات المجتمع المدني هذا الكل يمثلوا في تقدير نحن ائتلاف اليسار كبير لا ائتلاف جمهوري مش يساري لو كنجي نعمل كيسار قدرين نكونوا صراحية جمهوري اليس إنه كن قادرين كحزاب يسارية وحدنا باش نعملوا مشروع لقوة رابعة في البلاد ربما سنة عليش قوة رابعة في البلاد وقلك من نجموش اراوي لزمنا نجمو نعملوا المدو دينا لأحزاب أخرى تشترك معنا في تقاطعات في الشارع في الاحتجاج في غيره حتى بالبرنامج من أجل التوسيع ورقعة ومساحة هذه الاحتلال حزب جمهوري اشتحبوا تقولوا للناس اتلاف جمهوري يدفع على جمهورية ديمقراطية معناها وجوهرة هي جمهورية ديمقراطية اجتماعية وبالتالي مع كل الحزاب الاجتماعية اللي تنادي معناها بيدور الاجتماعي للدول ممتاز هذا في هاته نقول معارضة مباشرة للشعبوية ولا غيره لكن اشتقترحوا في العرض متاعكم إذا كانت تعملوا اتلاف الجمهوري انتي قاعد تشوف في المنصف انه اليوم العرض السياسي غريب الأطوار في بلادنا تقول انتي تنجم تكون القوى الرابع ايه مساج رابعة اولى ثانية ثالثة مش هذا مشكلتنا لكن اشتقترحوا في العرض السياسي انتاك مش تقولوا للتوانسة دولة اجتماعية يقول فيها قاية سعيد اتلاف الجمهوري يقولك انا في قلب الجمهورية بي بي استفتام شيء للتوانسة عمل دستور جديد نوك شو عرضكم السياسي لكي نجاوب على استفتاء وعلى المصارى متاع خيس خيض خليني نجاوب لانو استفتاء يحوش جاوب من خلال العرض السياسي 30% من الناخبين من صوت الناخبين 30% فقط بالنسبة لنا ما هوش استفتاء ناجح واستفتاء فشل ما يسمى بالدستور الجديد نتار جمهوري جديدة هو انتج على 30% من الشعب التونسي صبر الاراتح كلا 21% مقاطعة نشروع حد أدنى ديمقراطي فيه السيدة الوطنية فيه الوضع الاجتماعي الاقتصادي لانو في تقديرنا هذا يرون مجيش صدفة ولا مجيش خطر ثم عشرية سوداء يسمى فيها قيس عيد جات نتيج له سيدة وطنية ومن بعد هي جات نتيج لخيارات اقتصادية واجتماعية مبنية على صندوق النقدولي على المديونية على التضخم إلى غير ذلك وبتا نحب نقطع خطوة أخرى في تجاه نبعده شوية نبعده شوية على نبعده شوية على صندوق النقدولي والبنك العالم الخيارات هذه المشكلة في تقديرنا نحن هي مشكلة خيارات أنك تختار تمشي صندوق النقدولي أو تختار تبني اقتصادك على أرافض آخر الاقتصاد نعتبروه أرافض اجتماعي هو الاقتصاد الاجتماعي التضامن بالنسبة لنا هذه حاجة أساسية الحاجة الثالث أنه نمشو أو لن نصارحه ساعة الشعب التونسي بالوضع المالي العمومي في تونس الحاجة الرابعة أنه نمشو لكل القوى المدنية بما فيها المنظمات الاجتماعية بما فيها تحدهم تشغل ونمشو موحدين في اتجاه عرض مشروع نمشو به للتواصل في قراءهم في أريهم في مدنهم باش نخذ نكسبوا ساعة ثقتهم في هذا المشروع ونتقدم موحدين ربما سليس منيش باش نفاجك نقول لك إن وحده ربما تقاتنا وخدمتنا كل لتقديم ربما مرشح للرئاسية في انتخابات الرئاسية القادمة يكون يحظى بتوافق واسع مدني معناه من عند الناس كل والناس كل متفق فيه بما فيه الاتحادة عمزو الشغل وهذه الحقيقة موقف الاتحادة عمزو الشغل من هذا المرشح سيكون محدد وربما منيشوا مع بعضنا في اتجاه كان ثم انتخابة 24 كان ثم لأن الوضع الحقيقيق ومعناها بحاجة معناها معقولة وباية بالعكس مربما ما ثم خطر حتى على الانتخابة 24 سي مصف كانت تسمح أوكي تقول لي أنت نبعدوا على نبعدوا على التضخم الآن نجمعوا بعضنا نعملوا جبهة قوية والجبهة هذه تقدم وقتنا في قوي جمهوري وتقدم مترشح اللي ناس كل دزوا راه من بعد من بين الخيارات أوكي لكن زيادة نجميلوا مع لكم بعض القول كي تدخلوا الانتخابات التشريعية وهنتم مقاطعين هاليوم أكد لي أنه يقطعها الحزب الشراك خرجنا بيان وموجود عندي البيان 23 سبتمبر مقاطعة هذه الانتخابات القائمة إلى جانب كل المكونات اللي كنت تحكي لي عليها تقريبا مقاطعة ولذلك هنا التونسي ناجم يقول فولا هذه أحزاب تخاف من الصندوق ما تمشيش للتشريعية تمشي تلاوج على الرئاسية وفي نفس الوقت وقت اللي رئيس الجمهورية يقترح عليهم أنه يقربوا من المواطن من خلال دوائر مضايقة والأفراد هربوا من لعبة هذه وهربوا من معركة هذه ومشيين إلى معركة الرئاسة اللي يعتبروا من خلال الدستور الجديد أنه هما ينجموا يزيحوا قيس سعيد بمعركة رئاسية أنت ربما مسئلت ونجهوت في نفس الوقت سليز ترش لأن المشكلة نحن صحيح قطعنا كما باقي الأتيال طيف الديمقراطية والتقدم والجمهوري وربما حتى الليبراليين معنا كل اللحظة بتقريبا سياسية قاطعت الانتخابات هذه نتعاد أسبوع تلك جيسامبر عليها سليز نحن قاطعهم رو موش بارون بش نقاطعهم نحن سليز كان تعرف معناها تاريخ حزب الشراكي أنا في 2004 مترشح رئيس قائمة في جندوبة على المبادر الديمقراطي برنامجنا اليوم أرانا يجينا نروح مجبرون حقيقة بش نقاطعهم لأنه مشروع السيد الرئيس مبني على إزاحة الحزاب السياسي معناها أنت حزب سياسي كان سمعت وكيد معناها المنصري معناها أنت قرسم الهيئة معناها أنت تكلم على هذيه وقول راه الحزاب السياسي ليس لها إمكانية بش تعمل دعاية في الحم الانتخابية بالتالي أنا مش الرشح منظرين ومش الرشح ومثلين الحزاب الحزب بس مشكون أن الحزب ما عندي حتى حق في أي دعاية ولو حد أدنى في المعتمدية أنت رشح فيها معناها منظلية ومثلية من نجمش نشارك في حزب الحقيقة في قانون انتخابي جاء لإثر دستور عمله سيد الرئيس وحده جاء لإثر حوار عمل فيه سحيح تشارك ولكن في الأخر طيش هسامحني كلمة المعناها الوثيقة متاع الجماعة لأقرب ليه قيشة سعيد صدق بالعيد وغيره في الموبيل سمحني في كلمة وعمل معناها دستور وحده كيفاش تحبني أنا نشارك فيما صار أحادي اغتسب السلطة يوم 25 شويل خاصة سلياس بالمرسوم أو بالأمر عدد 117 المؤرخ 22 بـ 21 ألغى دستور 2014 وكل فسحة الأمل متاع شهر ونص تتسنى الناس أنه شنو قيشة سعيد مش دافع على الدولة الحامية الشعبية والمهمشة ترجع معناها وتاخو حظها أن تكون فيه عيش كريم معناها في تونس الحقيقة فسحة الأمل انتهت بمرسوم أو بالأمر 2017 كيفاش تحبني بعد عام كان مصار أحادي الحزب الشراكي وللحزاب الأخر على الأقل نتكلم بس من الحزب الشراكي يشارك في هذا المشروع اللي لا علاقة له بالديمقراطية ونفاء كل ديمقراطية تمثلية ونفاء وجود الحزاب السلسي أصلا من الديمقراطية معناها اللي تكون الدول العصرية سي محمد سي المنصف نحب نسألك زادة كذلك على الخيارات هذه معناها كيف التونسي بشيقول بشيقول هي أحزاب خذت حظها وأحزاب حجمها في الانتخابات التشريعية بالنسبة لبعض عمر ومتعدى بضع المقاعد أحزاب كما تكتل خذت حظها في بداية الثورة وما نشحدش أحزاب كما الطيار دخلت في الشأن العام وطاحت الحكومة في أشهر ومن بعد دفعت على خيارات لكن الخيارات هذه ما وصلتش ولذلك فهما جزء من التونسي بشيقول فالمهجة هذه اليوم كيفش بشي تسمع صوتكم سي المنصف هو الخدمة هذه سي ليس أرى وخدم عليها رئيس الدولة منذ وصوله 2019 حاليا في هذه الدولة أحزاب سياسية خطر هو نجح هو نجح في مسار وياسي المنصف هل نعرف أنتم هو عمل خدمته نجحه في مسار هو نجح نرتبط بالمتراك اللي نتعاملت للحزاب السياسية أن كل الحزب السياسية فاسدة وعملة وغير وطنية علش لأن الحزاب السياسية اللي حكمت منظومة حركة الناهد وإسلام السياسي اللي حكمت لمنتع عشر سنين جبت المتراك للناس الكل جبت المتراك للي pissed جبت فشل بتاع ذري sa جيمت المتراك لكل الحزاب السياسية أحنا الحزب الشر qualitative لحكمنا ولا تخلنا في حكومة تحكيلي على التكتل حكومة منجح ما نجحش معناها ذلك التقييم معناها الرأي العاد احنا الحزب مشاركناش تخلنا في انتخابات منجحناش لم تكن متكافئة من نجمش تتحمل مسؤوليت فشل لحزاب اخر كان اساس وهال منظومة الحاكمة بقت حركة النهضة اليوم حركة النهضة تركت جاني بنيهم 25 جويلة 21 تعمل على انقاذها حركة رجعية استبدادية وماشي الحكم الفاردي بسم مشروع مناه البناء القاعدة هو مشروع فيه تحيل وفيه مناه مقالطة للشعب التونسي الحزب الشراكي كما بقي الأحزاب الأخرى ما ثماش إمكانية ونحب نربط حتى مع سؤالك سابق كيفاش نمشي نفي انتخابات وجاوبتك على انتخابات هذه معناها رأوا الحل أنه الممكنة ينجم يكون خطر رئيس الدولة هو يحكم وحده لفهم السلطات بالعكس سلطات الأخرى والتوظائف يحكم وحده شنو ينجم نغير أنا في دستور الحالي شنو نغير؟ شنو ينجم يغير رئيس الدولة؟ وبالتالي العركة الكبيرة في تقديره نحن هي مع رأس الدولة في تمشي للتشريعية بالعكس بموجلس نواب مقاطعين متع مقاطعات لعنده علاقة لا بالسلطة السياسية ولا بالمشاريع ولا بغيره الآن سلموصف خلنا فهم زادة في علاقة بالدولة الاجتماعية على خطر هيدا زادة لكل زخم ما يخذر رئيس الجمهورية الدولة الاجتماعية الفئات الهشة شركات أهلية رئيس الجمهورية عنده تصور تلعبه تقريبا في نفس المربع بالرغم أنه ما هوش نفس المربع ما هو هذا اللي دوخ وهذا اللي دوخ وصعي بياسر تقترحه في الفمي مثلا سلموصف وقتا لليوم خيارات تونس صعيبة ما بين أولادها ما بين الانتداب ما بين تطور الاقتصاد الوطني وما بين العجز الذريع في الميزانية وفي مداخل الدولة نوك اليوم الفمي رئيس الجمهورية مكرهن أخاك البطل يقول لك أنا لقي التركة ولازمني نمشيله ولازمني نمشيله ثلاثة سنين وفي الأخر نعمل إصلاحاتي ومن بعد يعمل ربي دليل وتقف الدولة على ساقها أنتو مش تقترحوا سلموصف خطلك سيليا سراهي هالنتيج أو الأزمة الموجودة الحالية هي نتيج لأزمة معناه أكبر اللي هي مشكلة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية أنه يتوجه كل الحكومات السابقة باش معناها تونس تبتلع من طرف صندوق النقد والي المدينية والمدينية مستدامة اليوم وضع اللي عنا في تونس الأزمة اجتماعية نستثمروا في اقتصاد المعرف نستثمروا في اقتصاد التكنولوجيا نستثمروا معناها ونضخوا الأموال في الثقافة في الصحة في التعليم لخلق جيل وإحنا كان عنا حاجة بورجيب يقولها أقبل رأوا عنا حاجة نستثمروا فيها هي المادة الشخمة هذا كله مطروك اللي نحن بتولعنا من طرف صندوق النقد والي أراه الخوف سيلياس أنه قد ما تمشي قد ما تمشي السنوات وقد ما تمشي معناها الوقت أراه ومعادش تنجم تخرج من دائر صندوق النقد والي صندوق النقد والي لكن دخلوا تونس دخلوا الفخفاخ في حكومة 2013 عشرة سنين تقريبا وحتى بن عليا تخلى لمدة خمسة ستة سنوات علش تدوق النقد والي فما خيارات ربما أخرى نتجهوا لها نحن وقد تكون عنا حكومة فعلا معناها وطنية تاخد ما يلاح تيبر حاجة الشعب التونسي وتمشي بش تبني اقتصاد بعيد كل البعد خيارات واملأات لكن سلمونصف قد يكون عند البعض هذا توجه مثالي جدا مانيش في المدينة الفاضلة اليوم مثلا كانت مادام ليلة بحذانة تحكي على البدائل تقولك الفلاحة تم تركيحها لسقها ووصلت الفاند مودال تقول الصناعة ووصلت الفاند مودال تقول لبي امي ووصلوا الفاند مودال دونك اليوم كيفاش انت في تمشيك الاشتراكي ولا للدولة الاجتماعية قادر زدك كذلك أنك تكون ضامن للجرعة الليبرالية اللي يتمكن من تنافس السوق وتمكن من أنه هاللي مودال هذو ما يتبدل رئيس الدولة هو اللي يحكم حاليا بالمرسيم هل في امكان البي امكان رئيس الدولة أنه يشرع مرسوم مثلا في إيقافة توريد العشوائي لأنه نحن ثم اتفاقيات عملنا مع تحادة أوروب واتفاقيات مع تركيا ومع الصين أراه الاتفاقات هذه أثرت بشكل كبير ياسر على منتجاتنا الوطنية معنا المحلية في تونس الفلاح واساساً الفلاح واتفاقية تايكا لاليكا أراه مراجعة الاتفاقي هذه نهارك مش نصحوا فيها أراه مش تنتهي فلاحات أراه الفلاح إذا مش كون عصرية ومش نعطوا ربما أراضي ومقاسم للفلاح الصغار والفقراء ثم دي تكنيسيان سيلياس مستعدين اليوم يخدموا وينشتوا في مجالات متاع مقاسم فلاحية باش ربما ما الفلاح لأنه بالنسبة للاستثمار في الفلاح أولوية من أوليات اقتصاد جديد نحبه معناه تبعد على الشركات معناها صغيرة والمتوسطة تحطم من طرف التوريد العشوائي لشركات تركية وصينية وغيره إذا تعتمد في مقاربة هي مقاربة اجتماعية تمشي معناها تساعد وتساعد هالشركات هذه النهوض من جديد بذخ قروض صغيرة وطويرة الأمد الفلاحين جدولت معناها القروض اعطوهم نفس شوية أنه ما تخلص بقرض عن طريق اللوكات النهوض بالاستمرارات الفلاحية وكاية النهوض بالاستمرارات الصناعية لأبي ولابي آ لأنك تعاون الناس قادرة ومعناها باش تضخ أموال الدولة في المجالات هذه الصناعية وخاصة في علاقة بالفلاحة أرون نجموا في خمسة ستة تنوية ستة تنوية الأراضي مئة وسبعين ألف هكتار معناها ثري قادر باش يكون معناها الفلاح يستغلوا تابع الدولة غير مستثمر وغير مجاهز لأن الدولة تحب تستمرارات الفلاحة تحب تستورد حاجة حاضرة بربما بأرفع معناها الثمنها الأصلي ومعناها وتقعد ندوره فاق الحلقة المفرقة متاع نورده ومصدروش سلمون صف سؤال أخير ونحب إجابة في 30 ثانية وقتش يتم الإعلان عن هذا الائتلاف هو سرياس منحبش نسبك الحديث أعطينا حي الزمني تحكيه على أشهر ربما ربما منفوتوش رسل عام باش نجمو نخلقو هالقوة الجديدة الرابع اللي تنافس قوة معناها والشعبوية نتعقى سعيد وقوة الحزب الدستوية الحر والمشروع الآخر حب يرجع من جديد مشروع الإسلام السياسي إن شاء الله في 3-4 شر نتنازل ننفذو دينا شوي على برشة غبرة نمدو دينا لبعاظنا للناس الكل لأن العركة اليوم مش عركة شخصية وعركة فيها وي هي معركة دولة ومراكة شعب قادرين باش نلفوا روحنا مع بعض النفات إلاف جمهوري أنا نقول لك عنا ثيقة إذا عملنا شيء هذائي ربما مش ننجحوا ومش تكونوا عن المشروع للحكم في سنوات القادم شكرا لك شكرا لك سلمنصف مرحبا بيك مرحبا داردارك مرحبا بيك